نعود مرة أخرى إلى الشياح في الضاحية الجنوبية ومع مرة أخرى مراسلة الحدث غنوى يتيم غنوى بالتأكيد يعني نتحدث عن آخر التفاصيل الميدانية الغارتين الإسرائيليتين التي استهدفتا هذه المنطقة صحيح هذا المبنى هنا خلفي هو آخر مبنى تم استهدافه بعد التحذير الذي كان آخر تحذير كان قد صدر من الجيش الإسرائيلي هو آخر مبنى كما ترى لم يتم الهدم بشكل كامل لأنه كما جرت العادة عندما يكون هناك تهديد لمبنى عندما يستهدف في أول مرة ولا يكون هناك لا يهدم بشكل كامل يكون هناك عادة استهدافات أخرى تطال المبنى تعمل فرق البلدية هنا على كما ترى فرق البلدية تعمل على إزالة السيارات المحيطة وإضافة إلى المبنى الذي تم استهدافه هناك مباني أخرى في محيط المنطقة أيضا تعرضت لأضرار حيث نقف هنا نحن في نقطة أو هذا المبنى يقع في نقطة في الوسط بين الشياح التي تضم عائلات من المسلمة وبين عين الرمينة التي تضم عائلات مسيحية هذه المرة الأولى التي تكون فيها يكون فيها هذا الاستهداف قريب بهذا الشكل من عين الرمينة سبق أن كان هناك أيضا استهداف آخر يعني كان يوم الأحد كان هناك استهداف قريب لعين الرمينة ولكن لم يكن قريب بهذا الشكل أهالي المنطقتين هنا عندما صدر التحذير عملوا على إخلاء المنازل هذا المبنى كما علمنا من السكان هو مبنى كانت أيضا تقطنه عائلات تم إخلاء المبنى من العائلات بعد صدور التحذير ليستهدف السكان هنا يقولون بأن المبنى لا يحتوي على أي شيء يبرر استهداف المبنى تسكنه عائلات فيه مركز مختبرات طبية وإضافة أيضا هناك يبدو نادي رياضي في هذا المركز غير ذلك لا يوجد بحسب السكان أي شيء يبرر استهداف هذا المبنى طب أيضا غنوة نتحدث هنا بطبيعة الحال عن أنه إسرائيل دائما عندما تشون مثل هكذا غارات تتحدث عن وجود معدات عسكرية أو وجود مخازن أسلحة تتحدث عن حزب الله بطبيعة الحال زادت الغارات الإسرائيلية على هذه المباني بحسب ما تقولين أريد فقط أن أتحدث هناك نائب عن حزب القوات اللبنانية متواجد حضرة إلى عين الرمن هذه أول مرة تكون الاستهداف هل أدى قريب على منطقة عين الرمن لا بكل صراحة كل لبنان مناطقنا ولكن اليوم في ضرب لمنطقة قريبة لعين الرمن بس ما منميز بين منطقة والتاني جيت شوف الأضرار تطمن عن الناس شوف إذا الكل مناح جيت أتمنى أنه ما يضل في مسؤولين خطرين يعرضوا الناس لأملاك والبشر لخطر بكفة اللي عم بيصير بالبلد وأي منطقة اليوم بعد منطقة اللي بأسف كسيف ليش تنعرضها مثل ما صار بعلمات مثل ما صار بجوية مثل ما صار بكتير مناطق واليوم بعين الرمن فلازم أي مسؤول بيعرف حاله عم بيعرض الناس للخطر يترك هذه المنطقة وما يعرض حدا وإن شاء الله ما حد بصير لشي نستفيد من وجودك هون أموس هوكستين خلال زيارة الأخيرة زار رئيس حزب القوات الدكتور سامير جعجع شوفي معلومات عندكم عن موضوع التفاوض هل في شي أكان عم بيحكوا عن إيجابيات بعد الزيارة لإسرائيل هل تم تواصل؟ صراحة طبعا نحن على تواصل دائم على الجانب الأمريكي بس التفاوض اللي عم بصير اليوم هو بين الإيراني والإسرائيلي بواسطة الرئيس بري وبواسطة أموس هوكستين الهم اليوم الأساسي بالتفاوض هيدا هو الحفاظ على أمن إسرائيل وجزء منه رد حزب الله من التواصل مع الحدود اللبنانية الإسرائيلية هي حدود صفية إيرانية إسرائيلية نحن همنا مش هون نحن همنا الأمن المستدام وما يحمي لبنان ومؤسساته وشعبه منش إن هيك عم الطالب بتنفيذ القرارات 15.50 و16.80 و17.01 نحن غير معنيين بأمن إسرائيل نحن عم معنيين بالسبات والسلام الدائم في لبنان شكرا لك شكرا شكرا يعني كما ترى هناك جولة أيضا لممثلين عن نواب المنطقة إضافة إلى سكان تلك المنطقة التي كما كلنا سكان المنطقتين تم إخلاء الشقق والمباني المحيطة نظرا لخطورة الغارات التي تستهدف هذه المناطق وأيضا لأن الأضرار عادة تصل إلى مباني قريبة للمبنى المستهدف إذن وقوفا على الواقع الميداني وأيضا لهذه المقابلة مع نائب عن حزب القوات بير أبي عاصي شكرا جزيلا إذن غنوة يتيم يعطيك العافية شكرا جزيلا إنترى شكرا جزيلا إنترى شكرا لكم اشتركوا في القناة